مائدة إفطار تحت شعار الإخاء والتلاحم بين أبناء مدينة سور الغزلان وما جاورها فالبداية كانت بفكرة لتتطور لعدة حميدة يتأب شباب المدينة على تنظيمها ففي طبعتها الثالثة هذا الموسم كانت تكريما لكل شهداء فيروس كورونا وبالخصوص رئيس البلدية الذي راح ضحية هذا العدو الخفي هذه سنة حميدة تقام للمرة الثالثة في مدينة سور الغزلان صداقة على أهل مدينة سور الغزلان واليوم إنسان رغايب علينا اللي هو عزيز علينا بزاف ربي يرحمه اللي هو رئيس البلدية الأسبق حباس رمضان المائدة هذه أقيمت على شرفه اليوم باش ندعوله إن شاء الله بالرحمة مغزى من هذه المائدة هي لحمة المجتمع لما شمل العائلة في طاولة واحدة كمجتمع واحد مبادرة للم الشمل مبادرة لنزع الخلافات النزاعات وتودرناها ثاني كذلك ترحوما على سادقة ترحوما على الاسليمات في كورونا هذه علاقة مقدمتهم المرحم حباس رمضان ربي يرحمه أمام ساحة الاستقلال بوساط المدينة وفي أجواء احتفالي أعجب بها كل من حذر المبادرة هذه كانت ناجحة وهذا العام هذه الطبعة الثالثة لنديرها ونشكر كل المساهمين في هذه المبادرة ونشكر كل من سهم في هذه الهبة التضامنية الشعبية لتبين على أواصر المحبة والتلح وما بين الشعب هي مبادرة جميلة أراد منها القائمون عليها أن تكون صدقة على أرواح الضحايا وفرصة للم شمل أبناء المدينة وتكريسها كعادة حميدة لتكون عاملا من عوامل تماسك المجتمع ببعضه البعض وتعليم مثل هذه القيام للأجيال القادمة ترجمة نانسي قنقر